الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحبائي في الله أفلا تبصرون أفلا تبصرون هذا الجسد وهذا البناء الذي بناه الله بيده ونفخ فيه من روحي وأجد له الملائكة وصخر له الشمس والقمر وصخر له البحار والأنهار وصخر له كل شيء ليقوم بهذا الأمر بأعمار الكون وإقامة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة هذا الجسد تعالوا بينا نتفرج وندخل داخل الجسم مع عضو من أعضاء جسم الإنسان الذي لا يتوقف منذ أن يولد الإنسان حتى الممات عضو لا يتوقف أثناء النوم ولا اليقظة أثناء الجري أثناء الحركة أثناء الأكل بيعمل ليل نهار عضو يمكن بنقول القلب كان بيشتغل بهذه الكيفية ولكن يقول عليه علماء وظائف الأعضاء أنه قلب القلب قلب القلب يعني هو القلب بتاع القلب ما هذا العضو ألا وهو الجهاز التنفسي أو الرئتين الجهاز التنفسي زي ما يمكن قلنا في حلقة سابقة بيبدأ بالأنف وتحدثنا عن الأنف أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرها في القرآن من القصاص قال والأنف بالأنف وجعلها الخرطوم سنسيموه على الخرطوم الأنف ولكن الأنف مش مجرد هو التقاء الهواء الخارجي بالدخول لجسم الإنسان فقط لا هو بداية الجهاز التنفسي دخل الهواء وصل إلى الحنجرة منها إلى القصبة الهوائية الشعب وصل للرئتين هذا القلب هذه الرئتين محتاجة مننا أننا نرى داخلية نشوف إيه الرئتين دول يمكن الناس اللي بيزبحوا في عيد الأضحى ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نزبح لله هذه السنة التي حجرها كثير من الناس سنة الذبح نقول الذبح لله من السنة المهجور أما الإنسان بيزبح الأضحية بيرى داخلها ما يعرف فيه الرئتين أو بلغة العوام تسمى الفشة الرئتين دي عبارة عن نسيج إسفنجي بيحتوي على هوا بيتمدد وينقابد وينبسط بس بيشتغل ليل نهار إحنا بنتنفس حوالي من 16 إلى 24 مرة في الدقيقة بنتنفس بس أغلبنا بيتنفس نفس سطحي مش نفس عميق الناس اللي بتجري وبتشأة وبتتعب تلاقيه بيدخد نفس عميق وتلاقيه سدره حجم الهواء واستعابه للهواء بيكون عالي وكبير تعالوا بينا نتفرج مع بعض على الرئتين ونشوف كيف تعمل ما وظيفة عدد الفصوص في رئة يمنى ورئة يسرة ودي من الأعضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني من حبه لينا ورقفته بينا ورحمته بينا الدنم إنها اتنين يعني زي الكليتين وزي العنين وزي الودنين في أعضاء الدنم إنها واحدة بس زي القلب وزي الطحال زي المعدة تعالوا نتفرج ونشوف الإعجاز في هذا الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التفكر في خلق الله لو هننظر مع بعض للرئتين هنجد الرئتين هنا هي الفوق دي الحنجرة وده عبارة عن مكتة يعني حاجة بلاستيك كده تحاكي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا فينا لو نظرنا للرئة اليومنا احنا طبعا دي بتبقى عاكسين هي دي 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 اللي فيها الحنجرة هي العضلات ودي فيها الأحبال الصوتية هي ده الجزء اللي بيحوي الحنجرة من فوق ودي العضلات اللي بتتحكم في الصوت ودي جزء من القناة الهوائية ان الهواء ونجي نبص كده واحنا نزلين ادي القصبة الهوائية اللي هو بيركب فيها هذا الجزء هي دي القصبة الهوائية ومعاها ادي الرئتين اليومنا فيه الرئة اليومنا فيها تلت فصوص مش فصين اللي رئة اليسرى فصين اتنين لأن القلب زي ما احنا شايفين في منتصف الصدر اهو وبيامين للجهة اليسرى يبقى الرئتين مش زي بعض ده فيه واحدة فيها تلت فصوص اللي هي اليومنا ودي اليسرى فيها فصين الفص العلوي موجود في اليمين والشمال بس كل واحد دي شاكل وده الفص الصفلي موجود في الاتنين اهو والاوسط ده مش موجود غير فيه الرئة اليومنا فقط سبحان الله نلجد ان كل فص فيه حز كده بيفصل الفص ده عن الاعلى واللي تحت منه وكأن الله سبحانه وتعالى بيهيأ هذه الفصوص لكل واحد يؤدي وظيفة ده يرفع الدلوع لفوق ده يخلي الدلوع تتحرك للجنب اهو بنشوف ايه اهو حتى الفواصل في الداخل بيفصل ما بين الاعلى والاسفل يبقى فص علوي ده القلب اهو نايم مرتاح ربنا سبحانه وتعالى حطوا حتى القلب عشان ما ينبض ينبض في الرئتين اللي هي اساسا بتتحرك اهو القلب ميل هنشيل القلب كده ونبص وهي قاد القصبة الهوائية وفيه هنا الشعبة اهيه واحدة لمين رايحة للرئة اليومنا واحدة للشمال بتنقاسم اهيه وكل واحد في يوم بيطلع الشعيبات اصغر شواء في الحاج الشعبة الاولى دي تروح للفصل علوي للسوء للسفلي للأوسط وهنا تطلع اتنين في الشمال ده هنا اليومنا كل شعبة من الشعب دي تغزي او توصل الهواء لهذه الفصوص تبدأ تقل تبقى فيه شعيبات بقى اللي هي اصغر 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 لغاية ما توصل للحويصلات الهوائية اللي بيتم فيها تبادل الغازات لو احنا نظرنا دلوقتي كل عضو من هنا نجد اهو القصبة الهوائية هنا الاوردة اللي طلع من القلب شايفينهم الشرايين وهنبدأ نشوف ادي كل عضو ديه مكانه متركب فيه بدقة لذلك يعني ما بيجي نشوف الجراح لابد يبقى دارس التشريح جيد جدا وهو داخل عشان يعمل عملية في الرئة فيه خراك في الرئة فيه ورم في الرئة يبقى داخل عارب بالظبط هيجد هنا فيه شريان هيجد هنا فيه وريد اهه زي ما تتبعنا العضلات من فوق وصلت اهه الشعب الشعب الهوائية واحدة يمين الشمال ودي كل واحد فص الشمال بتطلع الفوق وتاعت ودي الشعب الهوائية الرئة وهي شغالة ادي الرئتين احنا كنا نشن القلب منهم تبقى المسألة سهلة او هنا فصين هنا ثلاثة يريد كده المشاهدين يحفظوا معلومات بسيطة ولكن مفيدة ان الرئة اليمنى ثلاث فصوص الرئة اليسرى فصين وده التجويف اللي بيكون فيه القلب يميل الى اليسار او جينا نرصينا هنا الشريان الشريان دي الاوردة الوصلة للقلب هنجد الاورطة من وراء وده الشريان الرئوية او بيسموهم السبيرورفينكافا دول اللي بيوصلوا او بيجيبوا الدم من المخ او من الجزء العلوي وينزلوه للرئتين للقلب ومنها القلب الدم يحصل الرئتين لذلك علماء وظائف الاعضاء يقولوا ايه ان الرئتين هم قلب القلب قلب القلب يعني بتوصل ايه بتوصل الاكسوجين بيتم فيها عملية تبادل الغازات النفايات الهوائية او النفايات الغازية بتخرج عن طريق هذا الجهاز جهاز التنفسي الرئة الي احنا شفناها دي لا دي بتتمدد وتنبسط طنقابض وتنبسط يدخل في الحوايصلة الهوائية الهوى يجد الشعيرات الدموية المحملة بالدم اللي فيه سان اكسيدي الكربون يبدأ انتقال سان اكسيدي الكربون الى الدم يعني من ال ويأخذ إلى الحويصالة الهوائية ويأخذ الأكسجين اللي موجود في الحويصالة الهوائية إلى الدم عملية بتتم بمنتهى الدق لذلك نرى هذه الآية أما نرى مريض مريض يقول لك أنا عندي كاتمة صدرية أنا عندي أزمة مش قادرة تنفس كأن صدري آه ضربنا ضرب لنا مثل بدول كما يصعدوا في السماء يعني قلنا بقى على الناس اللي بيحصل عندهم زيادة الضغط وما يبدأش قادر يتنفس نجد وجوههم مزرق زرقة ليه الزرقان ده لأن نقص الأكسجين لذلك المشكلة بتاعت التنفس دي مشكلة كبيرة جدا لما ربنا سبحانه وتعالى يجعلهن آية عندما نرى بعض المرضى اللي عندهم مشكلة في مرونة الشعيرات الدموية مشكلة في مرونة الحويصالات الهوائية مشكلة في إيجاد كمية بلغة متقلصات تعمل لنا ما يعرف به الأزمات الربوية نعرف أن الله سبحانه وتعالى بيوجهنا إن إحنا ماشيين وبنتحرك وبنتكلم لو إحنا ذهبنا المستشفى وشفنا اللي ماشي ساحب استوانة أكسجين واللي محطينه على جهاز تنفس صناعي في العنان المركزة واللي ماشي بيتكلم كلمتين هو عمال ياخد نفس هو عمال مش قادر يتكلم لأن الهوى لا يستطيع أن يدخل لهذا الجسم ما يسعنا إلي إحنا نشكر الله ونحمد ربنا على نعمة التنفس نعمة الجهاز التنفسي نعمة الرئتين الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين